اهلا بكم كشف تقرير جديد للبنك الدولي ان 90% من الطلاب العراقيين لا يفهمون ما يقرؤون بسبب الترد الحالي في واقع التربية والتعليم واضاف التقرير انه على الرغم من التطور التكنولوجي الا ان المدارس الطينية والكرفانية ما زالت منتشرة في العراق والتي تكتظ صفوفها بالطلاب كما اكد البنك الدولي ان سنوات الصراع واوجه القصور الهيكلية خلقت نظاما تعليميا كسيحا وعاجزا عن تقديم المهارات الاساسية للطلاب والتي تشكل اساس التعلم وتنمية المهارات كما زادت نسب تسرب الطلاب من المدارس وخاصة الابتدائية ولم يكمل التعليم سوى نصف الطلاب من الفئات الاشد فقرا تقرير البنك الدولي عن تخلف قطاع التعليم في العراق وعجز الطلاب عن استيعاب ما يقرؤونه هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرع فيها الاسئلة التالية هل فعلا أن البنك الدولي ليس من صلاحياته تقييم المهارات والوضع التربوي أو التعليمي في العراق؟ وإلى ما استند تقرير البنك الدولي الأخير في أن 90% من الطلاب العراقيين لا يستوعبون الذي يقرؤونه في المدارس وهل فعلا أن تخلف التعليم وتفشي الجهل في العراق ليس حالة طالية بل هو عمل ممنهج لتدمير البنية الأساسية للمجتمع العراقي؟ ألم تهوي التخصيصات المالية القليلة من الموازنة العامة بالقطاع التعليمي إلى أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط؟ لكن ألم تستطع وزارة التربية مواكبة العملية التربوية والتعليمية على الرغم من الأزمات المزمنة والمتلاحقة في العراق؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد الرزاق الدليمي لك أن تتخيل مستوى الفشل إذا كنت مدرسا في صف فيه عشرة طلاب تسعة منهم لا يفقهون ما تقول هذا ما يحصل بالضبط في المدارس الحكومية بالعراق بحسب تقرير صادم للبنك الدولي ذكر فيه أن أكثر من تسعين بالمئة من طلاب العراق يعجزون عن فهم ما يقرؤونه في المدارس مبينا أن سنوات الصراع وأوجه القصور الهيكلية قادت إلى نظام تعليمي يعجز عن تقديم المهارات الأساسية للطلاب فإذا كانت اللبنة الأولى في بناء الجيل العراقي بهذه الصورة فإن رأس المال البشري لا يمثل سوى 15% فقط من إجمالي الثروة وهو أحد أدنى المعدلات في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تقرير البنك الدولي نقابة المعلمين لم تجد مناصا من الإقرار بأن إحصائية البنك الدولي بنيت على معلومات واستبيانات قامت بها مؤسسات رصينة ذات اختصاص بهذا الشأن كما أن واقع المدارس المتردي وأزمات الكتب المدرسية وظاهرة تسرب الطلاب كلها وقائع ترثي حال التعليم في البلاد الرد الحكومي على تقرير البنك الدولي لم يكن أقل صدمة منه وبدلا من الإقرار بالفشل لجأت وزارة التربية إلى مهاجمة البنك الدولي واتهامه بالتضليل والادعاء أنه ليس من شأنه هذا الأمر وبنفس الوقت تستجدي منه عشرة ملايين دولار لدعم التعليم وذلك على مبدأ أعطونا المال ولا تسألونا عن ثمار مشاريعه مهارات التعليم غير مهمة في عرف المنظومة الحاكمة فالشهادات العلمية تأخذ بالرشاوة والفساد وتسريب الأسئلة الامتحانية حتى تحول بلد المليون عالم إلى بلد الاثني عشر مليون أمي بحسب تقرير فاضح للأمم المتحدة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في تقرير البنك الدولي الأخير عن التعليم في العراق وخلاصته أو جزء من ما توصل له هذا التقرير أن 90% من الطلاب في العراق لا يفهمون ولا يستوعبون الذي يقرؤونه في المدارس ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق هنا في الستوديو وسيكون معنا أيضا عبر سكايبنا العاصمة الأردنية عمان أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي الدكتور عبد الرزاق الدليمي أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميع ونبدأ من عمان مع ضيفنا من هناك العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد وأستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي دكتور عبد الرزاق الدليمي دكتور مساء الخير مساء الوردي دكتور ماذا يعني أن هناك تقرير للبنك الدولي عن واقع التعليم في العراق يتحدث عن أن 90% من الطلاب العراقيين لا يستوعبون ولا يفهمون الذي يقرؤونه هذه النتيجة هذه الخلاصة ماذا تعني للذين يعملون للعاملين في ميدان التربية والتعليم بمختلف مستوياتها شكرا على الاستضافة وكشفاتي لك وهذا كانت هذه النتيجة صادمة للبعض فنحن الذين نعمل في ميدان التعليم وعاصرنا المراحل التي سبقت احتلال وما بعده نقول أن هذه هي نتيجة طبيعية للأوضاع التي سادت في البلد في كل نواحي حياة دكتور عن إذنك دكتور عبد الرزاق اسمح لي دكتور عبد الرزاق هل الصوت أيضا عندك غير واضح أقصد للمشاهدين الصوت عندي غير واضح إذا كان واضح بالنسبة للمشاهدين الكرام فلا بأس نمضي إذا هناك مشكلة نتوقف حتى نصلح هذا الخلل بس الأخوان يقولولي إذن مشكلة دكتور أخلينا أستأدم منك لدقائق بعد إصلاح الصوت أنا أرجع لك مرة ثانية دكتور رافع الفلاحي نتيجة صادمة كما يقول دكتور عبد الرزاق دليمي ضيفنا من عمان 90% من الطلاب العراقيين لا يفهمون الذي يقرأونه صادمة متوقعة في ضوء الواقع والتدهور العام في العراق بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ ماجد وضيوفك الكرام الحقيقة هذه مثل ما قال ضيفك قبل أن ينقطع الصوت أو يكون خلل هناك في الصوت هذه ليست مفاجئة يعني ما يحدث في العراق الآن في التعليم مسألة طبيعية ونتيجة طبيعية المدخلات تدل على المخرجات مدخلات التعليم واضحة كانت سيئة فالمخرجات سيئة جدا وهذه النتائج طبيعية جدا في ظلواقع عام بالبلد فوضى عارمة في كل المجالات توجهات إطار سياسي إطار تخطيطي إطار اجتماعي رؤية للبلد غير موجودة التنمية غير موجودة ففي التالي التعليم جزء من مؤسسة من مؤسسات الدولة مؤسسة مهمة نعم هي من تؤسس لدفع أجيال كاملة لبناء الأوطان في كل الدنيا لكن في العراق الحقيقة هناك محاولة لتجهيل الشعب لمحاولة لقتل التعليم محاولة للقفز على كل قدرة للعراقين على تطوير نفسهم والتعبير عن ذاتهم فبالتالي المطلوب هو أن يكون التعليم في وضع سيء والنتيجة هذه طبيعية وعلى ذكر التقرير البنك الدولي أنا أقول أن البنك الدولي هناك مؤسستين كبيرة مالية هي لكن تعمل في إطار سياسي الحقيقة هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه المؤسسات شكلت عام 1948 وهي مقرها في أمريكا إطارها العام ومجلس إداراتها أمريكي صرف وغربي صرف فهلها توجهات سياسية وكثير من دول العالم تعاني من هذه المؤسسات المالية ولديها تقارير مهمة في هذا الجانب فيما يخص التعليم في العراق هو جاء من ضمن تقرير 140 صفحة عن التنمية والاقتصاد في العراق وجزء من عنده عن التعليم فتحدث عن التعليم كجزء من حياة العالم لذلك أنا استغرب رفض وزير التربية مثلا أنه لماذا تكلم البنك الدولي عن هذا ويعطيك القرض أو يعطيك هذا المشروع يجب أن يتحدث إلى مجلس إدارته أو يبرر لماذا أعطاك هذا المبلغ وفعلا دكتور التربية تكلمت قالت أن البنك الدولي مؤسسة مالية تقدم قروض ومنح إلى الدول والنزاعات في مناطق النزاعات للمساعدة ما علاقته بالتربية والتعليم ليقدم هكذا تقرير تقييمي هذا الموضوع هو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس جمعيات خيرية لا أبدا هذه مؤسسات اقتصادية رصينة إطارها سياسي وبالتالي لو جئت لأبسط مؤسسة تعطيك جئت إلى فرد معين وتأخذ منه قرضا ألا يسألك لماذا تحتاج هذا القرض فهو بالتالي يقدم لك قرض ويعتاج لكي يكتب حتى في أوراقه لمجلس إدارته للمؤسسة التي يعمل لماذا أعطاك هذا المشروع هذا المشروع لمن هم درسوا التعليم ضمن هذا التقرير الذي تحدثنا عنه والتقرير صدرت في نهاية 2021 ليس الآن لكن الآن القرض اللي هو العشر ملايين دولار الآن بدأ يعني يعطى فصار الحديث عنه وبدأ الحديث وهم يتحدثون بواقعية شديدة وربما أقل من الواقع يعني يتحدثون عن الاستثمار في الإنسان في العراق واستثمار في التعليم هذه كلها حقيقة وكنا نعرف دكتور بغض حتى هذه النقطة ننهيها يعتقد البنك الدولي أنه بتقديم عشر ملايين دولار لمنظومة تعليم منهارة بالكامل أنه سينقذها ويعيد لها الحياة لا هو في نفس الوقت هو في نفس التقرير يتحدث عن مبلغ كبير ربما قبل الحلقة كنا نتحدث أنا والدكتور أخي الدكتور عبد الحميد عن المبلغ الكل اللي جاء في التقرير خمسة تريليون دينار عراقي يعني بحدود ثلاث مليارات ونصف ليس كذلك دكتور؟ بهذا المبلغ هم يقولون هذه البنى التحتية فقط هذا ما يحتاج قطاع التعليم منها نعم هم يحتاجون هذا مشروع مشروع لتطوير الأطفال من صف الأول الابتدائي للثالث الابتدائي لكي يعرفوا القراءة وكتابة لأنهم قدموا اختبارات بسيطة لهذه المجموعة من الطلاب اختبارات رياضية بسيطة في عملية الطرح لم يستطيعوا أن يعرفوها فلذلك لا يقرؤون ولا يعركون الطرح لذلك كان هذا المشروع لتطوير المعلمين لتطوير المنهج لتطوير المهارات بهذا الشكل هذا مشروع بسيط الحقيقة لا يطور كل التعليم التعليم يحتاج إلى تطوير هائل إلى خطة موية لذلك أنت تتحدث وهم يعرفون وجاء في التقرير هكذا يقولون أن حجم التخصيصات من الموازنة العراقية يعني للتعليم الاستثمار في التعليم أقل من 1% يعني 10% من الموازنة الكاملة 6% 10% هم يتحدثون وهذا 93% من عنده تذهب رواتب وتبقى 7% تقسم فبالتالي الاستثمار في التعليم يقل عن 1% بالتالي كارثة كبيرة دكتور حقيقة المصادر الحكومية والحكومة ووزارة التربية يعني الحقيقة سفهت هذا التقرير وأنه لا يستند إلى معطيات علمية وعملية في قضية أنه 90% من الطلاب العراقي لا يستوعبون ولا يفهمون تحدثوا أن هناك نظام تعليمي فيه مشاكل هناك مدارس هناك امتحانات هناك جامعات هناك رسائل في الماجستير والدكتوراه فكيف التقرير يتحدث عن 90% من طلبة العراق يصفهم بأنهم عديمي الاستيعاب هناك قصور في فهم هذا التقييم أليس ظالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وجميع المشاهدين والأساتذ والضيوف حقيقة قبل الإجابة على هذا الأمر يعني ابتدأت سؤالك وكلام الدكتور عبد الرزاق عن هذا التقرير هل هو صادم أو متوقع والدكتور رافع الدكتور عبد الرزاق قال صادم والدكتور رافع قال طبيعي كلامهما كلاهما صحيح فليس هناك تناقض التقرير أو هذه النتائج من حيث القياس إلى الواقع العراقي الحالي بعد 19 عاما من الاحتلال وما أجري عليه من عمل ممنهج في تخريب العراق هذه النتيجة طبيعية مثل ما وصفها الدكتور رافع قبل قليل لكن إذا قسنا ذلك إلى القدرات العراقية العقول العراقية وكما كانت عليه واقع التربوي العراقي قديما قبل الاحتلال فهو بفعل صادم كيف توصل البنك الدولي إلى هذا الأمر وإيضا أصبح لي هنا أيضا تعقيبا على ما اعتراضهم اعتذارات التربية هناك شيء أشار له الدكتور رافع هناك رأس المال البشري هذه البنوك أو هذه المؤسسات وإن كانت تنظر إلى الموضوع منظار مالي بحت لكن المنظار المالي هذا يحتاج من ضمن مردوداته اللي هو البشر الذي سيعيد هذا المال أو لا يعيده مثل ما قال أن هناك مبرر لهذا الانفاق أو عدم مبرر فرأس المال البشري أمر مهم في هذا البلد الذي تعطي له أو تأخذ منه هنا البنك الدولي له مجسات ومن أهم هذه المجسات التقارير التي هي صادرة من العراق ذاته والذي اعترف هؤلاء المسؤولون في كثير من الأحيان عن أرقام مخيفة عن الواقع التربوي والتعليمي الخمسمائة تريليون التي ذكرها هذا التقرير هذا ربما هو حاجة تقطاع التعليم للنهوض هذا في الناحية البنية التحتية فقط أما الخدمات التعليمية فيتحتاج إلى مبلغ آخر تقريبا يقدر بـ 350 مليون فقط خدمات تعليمية معروف عندنا في التعليم أن المخرجات التعليم تعتمد على أربع أسس أساسية المتعلم والمعلم والمنهج والبيئة التعليمية فالبيئة التعليمية اليوم الذي يتحدث هذا التقرير عنها اللي هي 500 تريليون هذا ركن أساسي من أركان هذه العملية التربية فإذا كان هذه الحاجة يعني والتقارير نفسه أو التقارير الرسمية العراقية تذكر أرقام فلكية في عدد المدارس التي بحاجة إلى إنشاء جديد أكثر من 10 ألاف مدرسة الآن بحاجة العراق إلى إنشاءها مدارس طينية وكارفانية لا زالت هذا فضل عن الطينية والكارفانية والتي تهدمت بأفعال كثيرة هذه كل هذه الأمور هي جزء من منظومة تعليمية جرى عليها معول الهدم منذ 19 عاما إلى الآن فلذلك من الطبيعة أن تكون هذه المخرجات للأسف والتي هي لا تتناسب مع وراء العراق الممنهج والمخطط لتجهيل وتدمير قطاع التعليم دكتور عبد الرزاق الدليمي إذا كان الوضع طبيعي عبر سكايب كان بها ونعمة لم يكن ممكن نتحول على التليفون ونسمع الدكتور عبد الرزاق دكتور خليني نسمع رأيك بالتقرير والذي طبعا يعني كنت تدلي به قبل الخلل الفني لا بس أسمعك الآن شون رأيك بهذا التقرير وهذه النتيجة 90% من طلاب العراق لا يستوعبون لا يفهمون ما يقرؤونه طبعا أنا سمعت أراء الأساتذ الفاضل أنا حقيقة ببدأت كده من يستقرأ المشهد العراقي منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة لا يزدم بمثل هذه التقارير يعني هذا التقارير هو يعبر عن جزئية صغيرة ربما في التقارير بعض المجاملات للنظام الموجود النظام التربوي، النظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام الثقافي، النظام الأمني، العسكري أنت تعرف حضرتك في كل العالم حتى تكون مجتمع بأسر سليمة، بطرق سليمة بنتائي السليمة عليك أن تبدأ بالتعليم التعليم هو مفتاح أي تطور يحدث في العالم في أي مجتمع أو مجتمع في العالم منذلك مثل ما تتضعوا الأساتذة يعني أول معول وضعه الاحتلال وعملاء الاحتلال وهذا هو تحطيم المؤسسة التعليمية من رياض الأطفال حتى الدكتوراه وطبعا استخدموا أساليب وفنون في تحطيم هذه المؤسسات بحيث أصبح لدينا ناتج سيء جدا لعملية أسوأ خلال هذه 19 سنة الماضية وبذلك ما جاء بالتقليل وبمناسبة تقليل منظمات الدولية يعني ينفقون على هذا الموضوع يعني مو حبا بوصول الحقيقة وإنما عدهم يعني بروتوكولات عدهم قواعد يستخدموها في كيفية وصول إلى بعض النتائج أنا حقيقة اللي استدمني ليس موضوع الرياضيات مثل ما تتضلوا الأساتذة أنا استدمني أن هناك يعني نسبة خطيرة جدا بما يتعلق بتعليم اللغة العربية تخيل العراق أبو اللغة منشأ اللغة فطاح للغة الذين أسسوا للغة العربية وجمال اللغة العربية وتطور اللغة العربية طلابنا بالعراق لا يجدون ولا معلميهم ولا مدرسيهم يجدون تذيس اللغة العربية يعني أنا الرياضيات أقول ربما بها باب وجواب إذا حضراتكم متابعون أيضاً أحياناً بعض الفيديوات عندما نشاهدها يعني نتخيل أنفسنا وكأنه نحن في بلد خارج الكرة الأربية خارج المنظومة الدولية التعليم بالعراق تم تحطيمه من كل الجوانب تحطيم المدرس تحطيم البيئة تحطيم الطالب تحطيم الأسرة يعني الأسرة الآن عندما ينظرون إلى أبنائهم هل يعملون أفضل ولا يروحون للمدارس ويقولوا خليش تقولوا نحن ما يجري من الجوع خلينا نعيش عدا أنه موضوع يعني مخرجات التعليم لا تجد فرصة مناسبة للحصول على يعني التعيين في الدولة يعني أنا نتذكر قبل كل أساتذة حضرتك تذكر نحن كان وزارة التخطير يعني الأراقية مسؤولة سنويا على تحديد المدخلات والمخرجات سنويا من التعليم من رياض الأطفال إلى خديجين الجامعة يعني خديج الجامعة عندما كان يتخرج غصبا ما عليوا أخلفوا وتعيين يعني قسم بعض الناس كانوا يتهزمون يتوسطون حتى يخصوهم التعيين الآن من نتحدث بهذا الموضوع حتى هنا من نتحدث به أخواننا في الأردن في المؤتمرات النحضة يعني المؤتمرات العالمية ونقولهم بالعراق كانوا يجبرون الخريجين على التعيين يندهشون يقول معقولة تجبرون الناس على التعيين يعني انت تخيل أنت الآن من سي تتخرج أنا أسمع النوبات هنا أنا أبناء بعض الزملاء نشوفهم نصر نحوارات فمن على سبيل مزاح يقول للطالب أنت تتخرج يقول لك أنا أنا أشتغل أي شغلة الآن أتعلمها أحسن ما أروح أدوص وبعدين أقول أقابل أبويا أقابل أمي أو أشتغل مثلا سائق تاكسي أو أشتغل مثلا بعلو مال مخبر هذه حقيقة يعني تطيق في التصور أنه هذا تحطيم تحطيم بلد أنا أتذكر يمكن حكيتها مرة في إحدى اللقاءات السائق أو حضراتكم تشرش المنتائق حربة عالمية التالية نبدأوا يطلحوا للمشاكل سألهم قالهم هل التعليم ما أننا بخير قالوا نعم قالوا نعم أحنا أمورنا ممتازة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولذلك يعني البنك الدولي الرغم أنه هو فنيا يعني هو غير معني بشكل مباشر الموضوع ولكن حتى للعلم ترى البنك الدولي ليس مؤسسة مالية هو عبارة عن أربعة أو خمس مؤسسات نعم وهذه المؤسسات داخلها بيعرض ويقول في كل الدول التي من المفترض أن يقدمون القروب والمحزن بالموضوع أنه إحنا الإراق هذا البلد الثاني اللي تم انفاق بس على التربية والتعليم للعلم يعني هتكون بصورة باقتصاد دكتور رافع أيضا هناك مشكلة في التعليم واحدة من الآفات في التعليم هو تحول المدارس والمعاهد والجامعات لبؤر للصراعات السياسية والحزبية والميليشيات وإشاعة الطائفية وحتى العملية التربوية والمناهج الدراسية تأثرت بهذه بالتوجهات الطائفية للسلطة على حساب الرصانة العلمية التي ربما تلاشت هذه مشكلة أيضا كبيرة ربما لم يسلط الضوء عليها كثيرا هذه واحدة من الحقائق من الحقائق هذه الكارثة الموجودة بالعراق وهذه تعود في أساس إلى نظام المحاصص الذي فرض على العراق بعد الاحتلال عام 2003 من تشكيل مجلس الحكم وما بعده كل المؤسسات كل الوزارات بدءا من الوزارة بدءا من الرأس يعني بدءا من الرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء ونزولا إلى وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمديريات والمؤسسات كلها هذه جزء من المحاصص هذه هذه محاصص توزع كحصص لهذا الحزب وذاك الحزب محاصصات على أساس طائفية وعرقية فبالتالي أنت تتحدث عن وما دمنا نتحدث عن التعليم عن مديريات للتعليم كافة موزعة على هذه الأحزاب يعني خذ مثال تسريب أسئلة الصف الثالث قبل يومين دنيا ما زالت العالم تتحدث عنه تحدثوا عن مديرية من المديريات قالوا أن هذه المديرية هي التي سربت الأسئلة هذه المديرية تابعة لأحد أحزاب الحاكمة في العراق هذه تعين من المدير العام إلى الفراش مثل ما يقال من الوزير إلى الخفير هذه من المدير العام ومن الوزير إلى الخفير هذه كلها تابعة إلى منظومات ليس لها علاقة بالكفاءة ليس لها علاقة بالسياسة معينة بإطار ترببي ومعين إطار تعليمي معين لا هذه العلاقة بعلاقات خاصة بوظائف محددة لهذا الحزب بواجبات لجلب المكاسب لهذا الحزب فبالتالي هذه تتحكم بمدارس معينة بمراكز تعليمية معينة تفرض عليها رؤيتها رؤيتها الطائفية بذلك تحولت المدارس إلى بؤر طائفية بؤر نشاهد عندما كنا سابقاً ونحن صغار وأولادنا وبناتنا وأجيال كنا نشاهد أنه الاصطفاف الصباحي وطبيعة الأناشيد والاصطفاف يوم الخميس وماذا يراد وتكريم المتميزين بالمدرسة والتصفيق لهم الآن تحولت إلى مهرجانات للطوم ومهرجانات للخطابات الطائفية التي ليس لها علاقة بالتعديم الحقيقة إضافة إلى عدد أيام العطل أيام عطل رهيبة في العراق كلها ترتبط بمناسبات دينية ومناسبات لهذا الحزب وذاك الحزب ورؤية هذا المكون وذاك المكون فبالتالي الطالب فاقد من البداية أكثر من 25% من وقت الدراسة من وقت الدراسة لهذه العطل والطالب بالحقيقة كنا طلاب والآن نرى بنفس العين نرى الطلاب الطالب يتونس يفرح عندما تأتيه لكن في واقع الحال البلد يخسر والتعليم يخسر وبالتالي المنهج لا يكمل والمنهج ضعيف والمخرجات بالتالي تكون بهذا الشكل الطالب لا يعرف يقرأ ويكتب لا يعرف أصول الرياضيات لا يعرف كل شيء هذا جزء من هذا التخريب وجزء يعود في أساسه إلى المحاصصات إلى الرؤية القاصرة إلى عدم وجود سياسة حكيمة ورؤية صادقة وطنية تنهض بالتعليم كأساس لبناء بلد وتعمير بلد والنهوض بي والازدهار بي هذا وهذا واقع الحال سنتحدث عن ظاهرة سلبية أخرى وهو العلاقة السيئة وغير المحترمة بين الطلاب وبين الأساتذة المدارس وحالات الاعتداء عليهم لكن بعد هذا الفاصل نتوقف عند هذا الفاصل القصيد ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن تقرير البنك الدولي الأخير عن تردي الواقع التعليمي في العراق بعد الفاصل نعود بقو معنا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحثوا هذه الحلقة في تقرير البنك الدولي عن واقع التعليم في العراق وعدم قدرة 90% من طلاب العراق على استيعابي وفهمي ما يقرأون نظيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور عبد الرزاق الدليم دكتور عبد الحميد أنت حضرتك أستاذ جامعي التعامل مع طلاب هذه العلاقة الغير المحترمة بين قوسين التي نشأت بعد عام 2003 بين الطلاب وبين الطلاب وبين أساتذتهم وأيضا عملية إهانة هؤلاء المدرسين بالاعتداء عليهم بخطفهم بتخويفهم بترويحهم بسلاح ميليشيات أو غير ميليشيات كيف كانت العكاسات هذه الظاهرة السلبية أيضا على واقع التعليم وتردي وتراجع يعني لا شك نحن نتكلم عن منظومة التعليم ضمن منظومة دولة بأكمله والتعليم من أهم المنظومات وهذه التخريب المقصود هو لغاية الوصول إلى الهدف المشروع الأمريكي اللي هو تخريب العراق في إطار المنظومة التعليمية ذاتها تكلمت قبل قليل أن هناك أربعة عناصر هذه العناصر مترابطة فيما بينها وأي خلل في أحد هذه العناصر يؤثر على المنظومة التعليمية بشكل كبير فكيف إذا كان الخلل في الحلقات الأربعة الأسس الأربعة إذا كان المنهج والبيئة التعليمية قضايا خادمة للعملية التعليمية فإن أهم ركنين اللي هو المتعلم والمعلم فالعلاقة بين المتعلم والمعلم من أهم الأسس التي ينبني عليها عملية تعليمية صحيحة وعليه تكون المخرجات تكون صحيحة في تراثنا الإسلامي العربي الإسلامي نرى أن المسلمين اهتموا بهذه القضية قضية العلاقة بين العالم والمتعلم وكتبت في ذلك كتب متخصصة في هذا المجال وطيلة السنوات الماضية تكلم عن العراق كان أهم النجاحات لعملية تعليمية من أهمها هو احترام المعلم ليس فقط من قبل المتعلم طبعا المتعلم أشار الدكتور قبل قليل ربما خاصة طفل دكتور خنقاطعك رجاء واقع التعليم في العراق من الناحية المدية مضيت المدارس قديمة صفوف مكتظة رحلات ما موجودة لكن هاي العلاقة الإنسانية بين أستاذ وبين الطالب لماذا تردت وانتهت بهذا الشكل المعيب لأنه هناك عوامل كما أردت أن أقول من أهم هذه العوامل طبعا الطفل أو المتعلم صغير السن يميلوا إلى الراحة ويميلوا إلى أنه لا يريد الدراسة والكسل إلا ما ندر فضلا عن هذا العوامل السياسية التي تدخلت في هذا الأمر وجعلت هناك زراعة لشرخ كبير بين المتعلم وبين المعلم وهناك تدخلت السياسة والطائفية السياسية تحديدا لعدم احترام هذا المعلم ونزع هذا الاحترام من قلوب المتعلمين حتى يصلوا إلى هذه النتيجة يعني هي قضية مقصودة وليس ولادة طبيعية لقضية فقط الفساد أو الإهمال الذي هو غير مقصود هو إهمال مقصود وهو منهج تخريبي متعمد متقصد لإزالة احترام المعلم من قلوب المتعلمين فإذا زال هذا الاحترام وأحدث هذا الشرخ لن تكون هذه العلاقة العلاقة الجيدة التي تكون منتجاتها ومخرجاتها عملية تعليمية صحيحة فلذلك هو في إطار العملية أو المنهج التخريبي للبلد بشكل عام وأهمه وعلى رأسه رأس الهرم اللي هو المنظومة التعليمية دكتور عبد الرزاق الحقيقة هناك من يتحدث أن هذا التخلف في التعليم وتفشي وإفشاء الجهل في العراق ليس حالة طارية وإنما هو عمل مقصود وممنهج وأشار لهذه النقطة دكتور عبد الحميد العاني لتدمير بنية أساسية في المجتمع العراقي بعد 2003 لكن هناك من يقول أن هذه القضية الحقيقة تحميلها أكثر بما تحتمل وأن ما يجري في العراق في التعليم عفواً هو جزء من حالة عامة موجودة من حالة تردي وانهيار بسبب الظروف التي نشأت برزت بعد العام 2003 أزمات متلاحقة التعليم بهذه الحالة نتيجة عرضية لهذه الظروف وليس برنامجاً أو مخططاً أو مشروعاً مقصوداً ومتعمداً للتخريب أي المقاربتين برأيك أقرب للواقع؟ يعني حتى نكون منطقيين يعني هنا المقاربات كلها تقريباً نصب في هدف واحد وإنتيجة واحدة هو أشوف أحنا خلي نكون يعني أحنا نحدث في إطار جانب علمي ولازم نشخص الأمور نضعها في مصابة حقيقية حتى نستطيع أن نستنتج بطريقة سليمة شوفوا أساساً يعني المشروع الذي جاء به إلى العراق يمكن الناس كثيرين يصورون يقول لك مثلاً يقول لك النفط يقول لك مثلاً الموقع السيطرة كلها صحيحة ولكن أخطر شيء جاء به المشروع الاحتلالي الأمريكي البيطاني الصهيوني الفارسي هو تحطيم العقل العراقي العقل العراقي هذا العقل الذي استطاع منذ 30-40 ألف سنة أن يبني الأسس التي بنيت عليها الحضارة البشرية حضارة الإنسانية ولذلك أخطر ما نمتلكه بالعراق هو العقل ولذلك العقل أين ينمو أين يكبر أين يزهر أين يبتع هو بالتعليم يعني تعليم عندما نقول تعليم اتدائية إلى قرض مليار الأطفال حتى التعليم العالي أشوف أكون تول كثيرا الآن بالعالم يعني لا تمتلك إمكانيات كما يمتلك العراق الآن ولكن عندما تنظر إلى مستوى التعليم ما لهم تعليم ما لهم مقول يعني ضمن إمكانيات نحن نمتلك إمكانيات ولكن لا توجد هناك إرادة لا توجد هناك هناك لا توجد يعني خطط لا توجد يعني أهداف حقيقية مطلوب أن تتحقق لكي ينموا بهذا الكمب الكبير من الشباب بالمناسبة المجتمع العراقي مجتمع الشاب بمعنى أنه به طاقة شبابية هائلة ولذلك حتى تعطن هذه الطاقة تبعدها عن التعليم تبعدها عن التفكير تبعدها عن كل شيء إيجابي ممكن أن يأدي في المستقبل إلى بناء دولة عظيمة مجتمع عظيم دولة رائدة في المنطقة ولذلك حقيقة عندما تم استهداف التعليم ابتداء من رياض الأطفال وانتهاءا بالتراسات العليا في الجامعات هو عمل كما قلت وأقول وأنا مصمم على كلامي أنه عمل ممنهج عمل يعني تكفة مثال بسيط حتى كثير من الناس ما يعرفون عندما الأمريكان جاءوا بمستشاريهم ووضعوهم في الوزارات العلاقية أحكي لك على وزارتين يعني أنا قريب من حدهم التربية ووزارة العزم العالي تخيل أن المستشارين انبهروا اندهشوا زين من السيستم النظام الموجود في هذه الوزارات قالوا نحن كنا تصور أنكم ناس مثل دول المتخلفة أفريقيا دول المتخلفة في أمريكا الجنوبية في آسيا شاهدوا نظام السيستم يعني انبهروا به ولذلك ولذلك حقيقة هذا ذات من عملية يعني التحكيد على موضوع تحطيم هذه البناء وأنت أي مجتمع يتحطم البشر حطم الإنسان فالإنسان عندما نطيق في المثال بسيط أنا حقيقة صدمت يعني صراحة صدمت نحن نشوف خصوصا أساتد الجامعات يعني عندنا تعراقين عندنا هوس موضوع البحث العلمي يعني أنا واحد من ناس يمكن أكثر عندي أكثر من 90 بحث أكثر من 100 كتاب ومثل عشرات الآلاف من العراقين ولكن عندما تجد الآن بعد الاحتلال أن اهتمامات الأساتذة بالجامعة اللي هم يخرجون المدرسين المتوسط والإعدادية والابتدائية هؤلاء لا يهتمون بالبحث العلمي تخيل 3% من ضمن المؤشرات البنك الدولي وبالمناسبة كان دكتور رافح على نقطة مهمة حتى أضيف عليها هذا التقرير ليس الأول هذا التقرير التقرير الثالث التقرير أول كان في عام 2010 وإذا تقرأ تجد نفس البلاوي نفس المصائب موجودة في ذلك التقرير يعني هاي مصيبة كارثة هذه أشكرك دكتور يعني ليس الموضوع ذكي واضح دكتور رافح الحقيقة ثمت من يوجد رابط بين هذا بين الانهيار السياسي المشاكل السياسية وبين هذا التردي في الواقع التعليمي انهياره تفككه الحقيقة يعني في التسعينات كان هناك حصار قاسي على العراق وكان الوضع أيضا يعني ليس ليس طبيعيا لكن التعليم في التسعينات وإيام الحصار لم يشهد هذا الانهيار الكامل على كل المستويات ما علاقة قطاع متل التعليم بأزمة سياسية موجودة في بلد هي ليست أزمة سياسية هي أزمة بلد كاملة هي قضية بنوية في أسس النظام في شكل النظام في إطار النظام في فتسفته ما وجده بعد 2003 شيء غريب وشاذ أنت تتحدث عن تعليم كان يسمى تعليما الآن بعد 2003 ليس هناك تعليم ودافوس في آخر تقرير لها عندما أخرجت الجامعات العراقية من قوائم التعليم قالت لي أنه لا تعليم في العراق وهذه حقيقة وكان يتحدث قبل قليل دكتور عبد الحميد عن العلاقة بين وكنت تتسأل عن العلاقة بين الأستاذ والتلميذ لماذا تردت تردت في أصبعات غير مقترمة الحقيقة قضية مقصودة مثل ما أشر لها الدكتور عبد الحميد هي قضية مقصودة لأن النظام السياسي العقل السياسي يريد أن يعني يجعل من التعليم حاجة تافية لأنه أنت تنظر كم من الشهادات المزورة اللي قبلها هذا النظام وتبوأ أو مراكز كبيرة خذ أي طالب بأي كلية أي طالب بالثانوية عندما يرى شخص ويعرفه جيدا ويعرف عشرات ليس لهم شهادات لكن يحصلون على أموال كبيرة مراكز كبيرة يحكمون الدولة بطريقة وبأخرى يصل إلى قناعة داخلية نفسيا هناك انهيارات داخل النفس تقول لماذا أقرأ إذا كان هذا الذي ليس لديه شهادة الآن في أعلى المراكز ويزور شهادة ويقبلونها فبالتالي هذا هذا جزء من سياسة عامة تريد أن تنال من التعليم تريد أن تهيف التعليم يعني شيء غير 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 مجدي التعليم هذه القناعة انتقلت إلى المجتمع صارت قناعة مجتمعية وهذه هنا الكارثة الكبيرة هذه هي جزء من هذا التجهيل من هذا من هذا الأم الكبير أنه لا لا اكتمام بالتعليم قبل في حصار أو غير حصار نظام جمهوري نظام ملكي هناك احترام للشهادة هناك احترام للكفاءة هناك احترام نظرة مجتمعية للدارس للمتعلم اللي عنده شهادة عليا نظرة عالية نظرة فيها احترام الآن ليس فيها احترام فبالتالي قيمة الشهادة لا تساوي شيئا وعداد الخريجين مئات الآلاف يقفون في طوابير العاطلين عن العمل غير قادرين بين ذلك ما عادة للتعليم التعليم يجب أن خريجين كليات مثل ما أشار الدكتور عبد الرزاق الدليمي سابقا وزارة التخطيط مخططة هناك خطط تنموية نعرف نستفاد من خريجين الطبية في المجال الفلاني في المستشفيات الفلانية المهندسين في المجال الفلاني وهكذا بالنسبة كل الاختصاصات ونعرف ماذا نحتاج من الاختصاصات الآن كل يعني كل الكليات لدينا ما أعرف قد 200 جامعة ماذا تخرج هي كلها كلها مراكز لكسب المال مراكز يعني للكسب ليس تجارية ليس أكثر والجامعات الأخرى ماذا تخرج المدارس ماذا تخرج عقلية الطالب الذي يتخرج عندما يصل إلى قناعة أن الأسئلة تسرق كيف تقنع الطالب الآن أنه هذا الأستاذ اللي أمامه اللي يقف المعلم اللي أمامه واكتب أحد المعلمين خلال الأيام الماضية أنا قرأت لمعلم يقول أنا أخجل اللي أقف أمام طلابي وأنصحهم نعم بأن يكونوا يعني أمينين ومخلصين في دراستهم لأنه هو لديه قناعة لا نحن غير أمينين لأنه نحن نسرب الأسئلة ونبيع الأسئلة وهذه الكارثة الكبيرة فبالتالي نحن أمام منظومة كاملة إطار كامل مخرب والتعليم جزء من هذا لا يمكن أن يكون التعليم جيد وكل المؤسسات خربة دكتور عبد الحميد في نفس النقطة أيضا الحقيقة هناك من يؤكد أن هذا التعليم سيشهد مزيد من الانهيارات والتردي ما دام النظام السياسي وإدارة الدولة بهذه الطريقة التي عليها الآن من نظام المحاصصة والفساد يعني نحن الآن سائرون باتجاه مزيد من التردي في التعليم وفي قطاعات أخرى أيضا لكن حديثنا الآن عن التعليم يعني نرجع إلى التقرير الذي تحدثنا عن الحلقة هذا التقرير يقول أن الميزانية المخصصة للتعليم في العراق أقل من 10% قياسا إلى منطقة الشرق الأوسط التي تخصص 14% نحن نقول حتى العشرة بالمئة هذه لو وزعت توزيعا صحيحا لكفة التعليم في العراق لأن يوجد هناك أرضية أخرى عقلية هذه العشرة بالمئة رغم أنها قليلة لا تصل إلى الواقع التعليمي عدل رواتب دكتور اسمح لي اسمح لي مع بقاء هذا النظام السياسي هذا الذي والسيستم الموجود في إدارة الدولة وتوفرت التريليونات من الدنانير للتعليم هل تتوقع أن التعليم سيصلح مع بقاء النظام السياسي هي منظومة واحدة متكاملة أحدهما يكمل الآخر هناك معاول هدئب لكن أنا أقول أنه لو أخذنا هذه الجزئية فقط فإننا سنرى أن هناك الواقع يقول أن الفساد الذي هو بسبب الواقع السياسي والطائفي والمحاصصات وغيرها أثر على هذا الجانب لماذا هذا الأمر؟ لأن هذا الفشل الموجود الآن ماذا سينتج عنه؟ ما هي مخرجات هذا التعليم الآن الواقع الفاشل الآن؟ مخرجات هذا التعليم الفاشل اليوم هو طبيب فاشل ومعناها منظومة صحية تزداد فشلت المهندس الفاشل وبعدها البنية التحتية وقس كل القطاعات ومنها معلم فاشل إذن نحن نسير إلى انهيار أكثر وأكثر ترسيخ هذا الفشل بل تعميقه هذا لا يتعلق فقط بالمال أنا أقول المال كمثال من الأمثلة وإلا الفشل الواقع الفشل الآن في المنظومة التعليمية أحد أسبابها اللي هو الميزانية والجانب المالي وإلا هناك أمور أخرى ومن أهمها احترام المعلم هناك تطوير المناهج الآن لا يوجد عندنا تطوير مناهج في العراق وإنما بالعكس هناك تراجع في المناهج الموجودة للعراق هناك تطوير لأساليب التعليم لا يوجد هناك تطوير لأساليب بل هناك تراجع أيضا في أساليب ووسائل التعليم الدول اليوم تطور في كل هذه النواحي المعلم نفسه هناك دورات تطويرية لتطوير المعلم وتطوير أساليبه هذه الجوانب الأخرى إضافة إلى الجانب المادي الذي يتحدث عنه التقرير هذا كلها مكملات لبعضها البعض فنحن نتكلم عن جزء عن حلقة من ضمن مشروع متكامل يراد منه إفشالها أو تحطيم هذا البلد بكل جوانبه كما قلنا المنظومة التعليمية هي أهم هذه المنظومات وإذا صلح التعليم فهناك ستكون المخرجات في المستقبل في بقية القطاعات ستكون هناك مخرجات جيدة قادرة على إنقاذ العراق وإصلاح بقية الملفات دكتور عبد الرزاق يعني الآن كل الأصوات التي تشخص أو تحدد هذا الواقع المتردي في التعليم تصرخ تأن الحقيقة كأن أصواتها تذهب في الوادي التعليم لن يتعافى لن يتطور لن يخرج من كبوته مدام هذا النظام السياسي موجود بفلسفته في المحاصصة والفساد وغيرها من الأمراض المعروفة في هذا النظام السياسي هل القضية هكذا أم أن التعليم لو توفر له شيء بغض النظر عن نظام السياسي ربما يخرج من هذه الحفرة العميقة الحقيقة هذه الحفرة على طريقة المثل من جديد يقول إذا أردت أن تخرج من الحفرة فلا تحفظ بها للأسف النظام السياسي القائم الآن يحفظ في هذه الحفرة يعني مصمم يعني نحن مثل ما بالعراق أكون الناس يعني قدر نقول تبني عقول تطور أكون الناس يسموهم دبل الهمارين يعني همار شنو متخصص بالتفليش حقيقة نحن جابون لناس متخصصين في تفليش الفلت لأنه هؤلاء لا ينتمون هذا مع طرف بي دكتور محمود المشهداني قال نحن مقاولوا تفليش بالضبط بالضبط ولذلك هؤلاء لا تتوقع منهم يعني أن يفكروا بطريقة لغير التركير في المناصب وفي كسب الجانب المادي وفي تقريب المجتمع لأنهم يعتقدون بخناعة تامة بعقلية تامة أنهم توقعون هذا البلد يعني اليوم أو غدا أو بعد غد والمهم أنه جمعوا كم من المال بالخارج يعيلوا معلان يعيشوا يعني أباطرة وملوك منها إلى فترات جميلية طويلة لذلك التعليم هو جزء من منبومة منبومة كاملة منبومة يعني تاخد لمية أبعاد المجتمع وذلك حتى لو فكر البعض أنه يهتم بالتعليم بظلها البيع لا يستطيع لماذا؟ لأنه كل العوامل الآن المتوفرة والتي تعمل والتي تفعل بالمجتمع هي عوامل صبعا سلبية وأبصد دليل أنه يجبون أسوأ الناس ويعطوهم المسؤوليات عدا أنه لا يوجد صلاحيات يعني أحد الأخوان على وزير التربية قلت لها هذا الرجال مسؤول فقط عن المكتب مالتي وربما سكستيارا أما أي شيء آخر في وزارة التربية وغير معلمية ولذلك من يقول أنه ما لها علاقة فإلا ما لها علاقة لأنه ما عنده صلاحية فقط على يمكن المكان الذي هو به لأنه كلها محاسسة وكلها يعني سحب أموال والغنى على حساب ويبدو دكتور كل الوزراء كل الوزراء اعترف قبل يومين وزير الداخلية وقال ليس باستطاعة تحريك سيطرة للشرطة أشكرك دكتور عبد الرزاق دكتور رافع كيف يمكن إرجاع التسعين بالمئة من الطلاب العراقيين يستوعبون ويفهمون الذي يقرؤونه ما هي الآلية ما هي السبل حتى الرجع تسعين بالمئة يفهمون عندما تصنع نظاما وطنيا مخلص للعراقيين يرعى العراقيين لديه مشروع وطني لديه مشروع للبناء والتنمية والنهوض بالعراق ستصلح التعليم التعليم مثل ما قال الدكاتورة هو جزء من منظومة كاملة يعني هو جزء من منظومة متكاملة هو ليس يعني مؤسسة هكذا في الفضاء لوحدها مؤسسة من مؤسسات المجتمع مؤسسة من مؤسسات الدولة فلذلك النظام الإطار السياسي الإطار الحاكم الفكر الفلسفي الذي يرعى البلد هو الذي يؤسس لنظام تربوي جيد هذه الحقيقة أما أن يكون نظاما سياسيا مخربا لديه فكر في تخريب العراق وتدميره لن يرعى التعليم وسيقبل بأسوأ النتاج من التعليم لأنها هذه جزء من مهمته أما النظام الذي 90% من شخص العملية السياسية هم يحملون صفة 0% هذا ما يقولونه لكن في نفس الوقت يتحدثون هم يتحدثون عندما تأتي الانتخابات يتشتمون فيما بينهم وتظهر فضائحهم ويشرون غسيلهم الوسخ مثل ما يقول على الحبال بأن شاهداتهم كلها مزورة وكلها يعني ما أدري ما أخذها من إيران وما أخذها معرف مين من جامعات غير معترف بها وكذب هذه قضية أخرى ثانيا يعني إذا كانوا بهذه العقلية وإذا كانوا بهذه الاختصاصات الكبيرة التي تحدثون عنها لماذا البلد متردي لهذه الدرجة إذا كانت هناك عقول بهذا العمق وهذا الاتساع تقود البلد لماذا البلد بهذا المستوى نتائج أنت تقيس على ما هو متحقق الإنجاز ما هو الإنجاز نشاطع السنة اللي حد الآن 20 سنة إنجاز سيء وغير موجود دكتور عبد الحميد دقيقة واحدة التسعين بالمئة حتى يفهمون شلون مثل ما قال يعني الأساس هو إيجاد بيئة حقيقية منظومة دولة متكاملة الأطراف وكل الأركان يأتيك أشخاص قلبهم على هذا البلد يريدون تحقيق ما يصب إليه كل مواطن عراقي من هذه الأمور التعليم جزء من المنظومة المتكاملة التي يريدها أبناء الشعب العراقي والتعليم هو مفتاح هذه الملفات الكثيرة التي فقدها الشعب العراقي ولدينا كفاءات عراقية قادرة على أن تحقق ذلك وفي وقت قياسي يعني المال موجود والعقل الموجود لكنه هي الإطار السياسي الخادم والضامن لمثل تنفيذ هذه البرامج شكراً في اختام هذه الحلقة من طاولة حوار لما يتبقى لأن نشكر ضيوفها هوهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسمهية قلماء المسلمين في العراق كان هنا في الستوديو وأيضاً ضيفنا من عمان الدكتور عبد الرزاق الدليمي العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد وأستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي في الأردن وأشكركم وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة